بسم الله الرحمن الرحيم نواصل شرح المحاضرة الخامسة من محاضرات مادة الـ Power System Analysis واللي نتكلم فيها عن الـ DC Power Flow تكلمنا في جزء الأول عن مفهوم الـ DC Power Flow ولين نستخدم هذه الطريقة في الـ Power System وما هي الفرضيات اللي يتمثل الفكرة الأساسية للـ DC Power Flow في هذا جزء بنشوف الماثماتيكا الفورمليشن للـ DC Power Flow بندخل في التفاصيل الرياضية للـ Formulation وبنشوف كيف طريقة استنتاج المعادلات اللي بنستخدمها لحل مسألة الـ Load Flow باستخدام طريقة الـ DC Power Flow طيب لنفرض أن عندنا هذا السيستم Simple 2 Bus System عندنا هنا بص I وهنا بص J البص I عنده V magnitude والدلتا والبص J V magnitude والدلتا وهذه الـ Impedance لـ Transmission Line اللي يربط بين الـ Two Buses طيب بنستخد من الـ Assumptions اللي فرضناها عشان نوصل إلى أبسط صورة من الـ Equations اللي يتمثل الـ Active Power Flows خلال الـ Lines بالإضافة للـ Voltage Angles على البصز فإذن استخدام الـ Assumption الأول اللي هو إهمال قيمة الـ Resistance في الـ Impedance للـ Transmission Line يعني قيمة الـ R هنا بتكون Ignored فإذن هذا هو السيستم بعد ما طبقنا على الـ First Assumption للتا جي طبعا اشتقاق هذه الـ Equation عملية طويلة جدا باستخدام الـ S I J يساوي V I مضروب في الـ I I J Conjugate فلما نعمل هذه الـ Calculations في النهاية بيكون عندنا مقدار مكون من Real Part و Imaginary Part فالReal Part هو هذا المقدار فإذن بدون الدخول في هذه التفاصيل هذه الـ Equation الخاصة بالـ Power Flow بين بص I وبص J طيب بنطبق الآن Second Assumption على هذه الـ Equation Second Assumption يقول أن Voltage Magnitudes على كل البصز يأخذ قيمة ثابتة One Per Unit طيب هذه الـ Equation Vi One Per Unit والـ V J One Per Unit بتكون الـ Equation بهذا الشكل فصار عندنا More Simplification طيب بنشوف الآن Third Assumption واللي يقول أن Voltage Angle Differences Between The Neighboring Nodes Are Small يعني عندنا للبص I Δا I والبص J Δا J الفرق بينهم قيمته جدا صغيرة فإذن هذه هي الـ Equation وبنستخدم القاعدة اللي تقول Assign لأي عدد صغير جدا تساوي نفس العدد يعني مثلا Sign One Degree يساوي One Degree طبعا إحنا نعرف أن دائما المقدار اللي داخل الساين وحدته بالدegree والمقدار اللي خارج الساين وحدته بالRadian فإذن نحتاج نحول إلى Radian نضرب في By على 180 ويعطينا 0.0174 4 5 Radian طيب نتأكد من الحل ونحسبها بالمثلاب إذن الساين One Degree يعطينا هذا المقدار بالRadian وهو نفس هذه القيمة اللي طلعناها باستخدام القاعدة اللي تقول الساين لأي عدد صغير تساوي نفس العدد طيب ناخذ مثال ثاني مثلا الساين 2.5 Degree يساوي باستخدام القاعدة 2.5 Degree وبعد ما نضربها في البي على 180 للتحويل إلى Radian تعطينا 0.0436 Radian طيب نتأكد من الحل باستخدام المثلاب ساين 2.5 يعطينا هذا المقدار بالRadian وهو نفس هذا المقدار اللي طلعناه باستخدام القاعدة فإذن نقدر نقول من هذا المقدار كامل ويختصر إلى delta I minus delta J ويكون بهذا الشكل فاستخدام هذا الأسسنشن ساعدنا أننا نتخلص من الساين طيب بتكون الصورة النهائية لهذه الإكواجين باستخدام أن 1 over X ij يساوي bij تكون بهذا الشكل وهذه هي الفاينل إكواجين للباور فلو من البص i إلى البص j طبعا ما عندنا هنا الآن أي imaginary part المقدار هذا كامل هو real part طيب كيف نطلع البي البي احنا عندنا زد يساوي R plus j X وإحنا نعرف أن الR is ignored طيب البي البي تساوي 1 over فقط هذا المقدار بدون j من 1 over X طيب الآن بنطبق هذه الإكواجين على السيستم اللي شفناه سابقا في الفورمليشن لل Y بص ماتريكس فإذا بيكون عندنا هذا السيستم بعد ما أهملنا R وكل الشمت components محولنا من X إلى B فعندنا هنا B12 B13 B23 وبنستخدم هذه الإكواجين عشان نطلع P12 وال P13 وال P23 فإذا P12 تساوي P12 مضروبة في delta 1 minus delta 2 وال P13 وال P23 بنفس الطريقة بالضبط طيب طيب الآن بنشوف الفورمليشن للإنجيكت اكتف بور هنا هنا P1 هنا P2 وهنا P3 ال P1 بتساوي P12 plus P13 طيب P2 بتساوي P21 plus P23 وال P3 تساوي P31 plus P32 بنشوفها هنا في هذه الإكويجن الآن باستخدام هذه الإكويجن بنوجد الانجيكت active power at بص number 1 وال active power at بص number 2 بالإضافة لل active power at بص number 3 ونعمل بعض الترتيب لهذه الإكويجن بحيث تكون الكوفيشين كلها Bs تكون بهذا الشكل وهذه الـ ونكتبها على شكل الماتريكس تكون بهذا الشكل فإذن في هذه الماتريكس عندنا الـ P-factor is the scheduled power at each بص scheduled power تكون قيمة معلومة يعني P1 تساوي P1 generation minus P1 load P2 نفس الكلام P2 generation minus P2 load والP3 تساوي P3 generation minus P3 load والP matrix P-matrix is the negative of the imaginary component of the Y bus calculated neglecting line resistance يعني بعد ما نعمل formulation للY bus فقط ناخذ العدد اللي مع الجاي ونضربه فيه minus ويعطينا P-matrix أو بإمكاننا أننا نطلع P-matrix مباشرة من هنا باستخدام هذه الحسابات طيب والدلتا فيكتور والدلتا فيكتور is the voltage angles واللي هي النون وإحنا الغرض من كل هذه الحسابات إننا نوجد قيم هذه الفكتور فعندنا هذه معلومة وهذه معلومة والهدف في النهاية إننا نوجد هذه البرامتر طيب قبل ما نحل هذه الإكويجين ونحاول إيجاد قيم الدلتا فيكتور ضروري جدا إننا ويريموف الصف والعمود لسلاك بس لأن قيمة الدلتا معروفة اللي هي 0 فإذن بفرضية إن سلاك بس هو بس نمبر 1 بنهمل الفرست رو والفرست كولوم وهنا نفس الكلام فتكون عندنا الماتريكس بعد الابديت تكون بهذا الشكل ونسميها بي برايم فقط التمييز بينه وبين الأوريجينال بي طيب الآن نحن نبغى نوجد قيم هذه الفكتور عندنا هذه قفن وهذه قفن فبالتالي بتكون بهذا الشكل دلتا 2 دلتا 3 تساوي بي برايم انفيرس مضروبة في ال P فيكتور وهذه هي الدلتا طيب في أغلب الكتب اللي تتكلم عن DC Power Flow تكون موضيع DC Power Flow بعد نيوتن رابسون بعدين الفاست ديكابلت وبعدين DC Power Flow يعني هذه الـ Equations اللي هي Power Flow Equations هي صياغتها بما يناسب نيوتن رابسون وبعدين الفاست ديكابلت Power Flow هي simplification لنيوتن رابسون والDC Power Flow هي مور simplification لنيوتن رابسون يعني كل الحسابات اللي شفناها قبل كذا كانت باعتبار اننا ما عندنا اي معلومة عن نيوتن رابسون فبدأنا باشتقاق الـ Equations بالطريقة اللي شفناها لكن في هذه الكتب بما ان كانت تسلسل Topics نيوتن رابسون ثم الـ Fast ديكابل ثم DC Power Flow فاشتقاق الـ Equations كان بداية من الـ Power Flow Equations طيب نشوفها بسرعة ونطبق الفرضيات يعني الفرضية الاولى انه نقلقت الـ Reactive Power فهذه هي الـ Reactive Power is ignored بعدين Resistance of the lines is ignored يعني المقدار هذا كامل لانه فيه G وهذه هي الـ Equation بعد ما عملنا هذه الفرضية وبعدين All Voltage Magnitudes One Per Unit فأوكي هنا هذه كلها صارت One Per Unit فصار هذا اختصار للـ Equation والـ Third Assumption انه نقدر نلغي الصين طبعا نحن استخدمنا Delta في الحسابات السابقة الآن هنا نستخدم Theta كلها نفس الفكرة فإذن هذه الـ Equation نهائية يعني هنا فقط اختلف الـ Analysis وطريقة استنتاج الـ Equation هذه يعني الـ Analysis التي شفناه في البداية كان فقط باعتبار الـ Pij يساوي Vi مضروب في Vj على Xij مضروب في Sine Delta I minus Delta J هذا اللي شفناه في البداية الطريقة الثانية كانت باعتبار اننا عندنا معلومة عن Power Flow Equations بالصياغة المناسبة للنيوتن رابسون وفي النهاية كلها تعطينا نفس الحد فإذن هذا ما يتعلق بالمثمتك للـ DC Power Flow جزء القادم بإذن الله بناخذ مثال توضيحي وتطبيق هذه الـ Equation لحل مثال مكون من 3 بصص